الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد الله مصلي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العلي العظيم في الليل الماضي تحدثنا عن صفات أولي الألباب وقلنا أن أولي الألباب هم أصحاب العقول الحية النيرة الذين يهتدون بعقولهم يزغون إلى عقولهم ويتبعون عقله هؤلاء هم أولو الألباب وقلنا أن هذه الآيات من صورة الرعد ذكرت أربع صفات لأولي الألباب ذكرنا ثلاث منها بقيت الصفة الأخيرة الصفة الرابعة لأولي الألباب القرآن الكريم يقول هذه ويخافون سوء الحساب أولو الألباب هم الذين يخافون سوء الحساب ما هو المراد من الحساب هنا؟ المراد من الحساب في هذه الآية هو الحساب يوم القيامة الله عز وجل سيحاسب كل إنسان سيحاسبنا على أعمالنا على أفعالنا على أقوالنا حركاتنا سكناتنا سيحاسبنا الله عز وجل جميعا يوم القيامة هذه مرحلة من مراحل القيامة تسمى مرحلة الحساب محكمة نحاكم جميعا هذا المراد من الحساب طيب ما هو المراد من سوء الحساب؟ هل هناك حساب سيء؟ الله عز وجل يحاسب بعض الناس بحساب سيء؟ نعم القرآن الكريم يقول أن أولي الألباب لا يخافون من الحساب يخافون من سوء الحساب يعني أن هناك حسابا سيئا يخاف منه أولي الألباب القرآن الكريم إذا تراجعون الآيات قبل هذه الآيات التي ذكرناها يقول الله أن بعض الناس يوم القيامة سأحاسبهم حسابا سيئا شوفوا هذه الآية التي تقول قبل هذه الآيات للذين استجابوا لربهم الحسنة الذين استجابوا لله يعني آمنوا برسل الله آمنوا بأنبياء الله صدقوهم ونصروهم هؤلاء لهم الحسنة الحسنة يعني الجنة والذين لم يستجيبوا له أما الذين كفروا برسول الله الذين كانوا يستهزئون بأنبياء الله ماذا يقول عنهم القرآن؟ يقول لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به هؤلاء المجرمون هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله عز وجل هؤلاء يتمنون يوم القيامة أن يضحوا بكل الدنيا كل ثروات الدنيا لو كانوا يملكونها لضحوا بها مو فقط ثروات الدنيا بل ضعف ومثله معه يعني الآن كما يكون ثروة في العالم ضعف هذا المقدار يتمنون أنهم يضحون بكل هذا حتى ينجيهم الله عز وجل من صخطه يوم القيامة ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل أولئك لهم سوء الحساب هؤلاء لا فقط يعذبون بنار جهنم لأن بعدها يقول ومأواهم جهنم يعني بالإضافة إلى العذاب في نار جهنم لهم عقاب آخر وهو سوء الحساب أولئك لهم سوء الحساب فإذن يتبين من هذه الآيات أن الحساب قد يكون سيئا وقد يكون حسنا ما هو المراد من الحساب السيء يخافون من سوء الحساب المراد من سوء الحساب ثلاثة معاني عزائي هناك ثلاثة أنحاء للحساب السيء النحو الأول من الحساب السيء هو أن الله عز وجل قد يحاسب بعض الناس كما يقول أمير المؤمنين على النقير والقطمير كبعض الناس الله عز وجل يحاسبهم على كل شيء كل لحظة من لحظات حياته كل فعل عمله كل قول قاله الله عز وجل يحاسبه على هذا الأمر الإمام الصادق عليه السلام في حديث مروي عن يوم من الأيام جاءه رجل هذا الرجل حينما رعاه الإمام قال له إن أخاك جاءني وكان يشكو منك قبل كم يوم كان يشكو منك فما الذي دار بينكما فهذا الرجل كأنه انزعت قال له قال الإمام الصادق يا ابن رسول الله أنا ما ظلمت أخي وإنما استقصيت حقي منه كان أكو حساب بيني وبينك أطلب أموال أنا فقط استقصيت حقي حقي كل أخذته منه هو كان يتوقع أن أسامحه أأخذ أقل مثلا أنا أخذت كل حقي منه أنا ما ظلمه هذا حقي كان الرواية تقول الإمام الصادق عليه السلام غضب غضب من كلام هذا الرجل قال له ويحك كأنك إذا استقصيت منه لم تسئ كأنك إذا استقصيت لم تسئ هو مجرد الاستقصاء سائه كيف ترضوا أنا الآن واحد بيكون محتاج يريد يشتري فتشغلة من البقالة ما جاي بفلوس وياه فيجيني يقول لي سيدنا تقدر تدايني أريد أشتري فتشي كم حقه حقه خمس دولارات وثلاثين سنت أعطيكم هذا المثال فأنا هم أعطي خمس دولارات وثلاثين سنت بكرة يرجع لي خمس دولارات زين شنه هي قيمة ثلاثين سنت ما يعطيني إياها لكن أنا أقول له وين ثلاثين سنت جيبها يقول لي والله شنه هي ثلاثين سنت أظل أطالبة أطالبة كل يوم أشكر به أريد حقي هذا الشخص سوف يقول عني أني أسأت له صحيح والحال أنا ما عملت حرام أنا عم أطالبة بحقي لا أكثر من ذلك لكن أحيانا مجرد المطالبة بكل حقك من إنسان قريب منك هذه إساءة يقول الإمام الصادق عليه السلام ثم بعد ذلك الإمام أعقبه بهذه الآية قرأ هذه الآية أن قال له أن أولي الألباب قال الله عنهم في القرآن الكريم يخافون سوء الحساب قال الإمام أترى أنهم خافوا من ظلم الله ليش الإنسان يخاف من سوء حساب الله الآن إذا أنا عندي محكمة في دولة ظالمة الجهة إذا تكون ظالمة هنا أخاف من سوء الحساب يعني شنو أخاف لأنها جهة ظالمة قد تتهمني بما لم أفعله قد تتهمني بما لم أرتكبه فأخاف من سوء حساب هذه المحكمة لأنها محكمة غير عادلة صحيح زين مع الله عز وجل كيف يمكن أن نخاف من سوء حساب الله الإمام الصادق هو يشرح معنا سوء الحساب يقول لذلك الرجل ذلك الأخ قال له إنما عنا بسوء الحساب الاستقصاء يعني خافوا ماذا خافوا أن الله عز وجل يطالبهم بجميع حقوقه يحاسبهم على كل فعل فعلوه فسمى الاستقصاء سمى سوء الحساب لأنك إذا يقول الإمام لأنك إذا استقصيت فقد أسأت لذلك وأن كان أنت مام سوي حرام أنت مو ظالم أنت عادل كما أعطيتكم المثال ولكن أولو الألباب يخافون من هذا الحساب يخافون من هذا المقدار يملاحظون أحيانا من نسافر نرجع إلى هذا البلد والبلدان أخرى لكن في خصوص هذا البلد من توصل إلى المطار إلى الجمارك الضابط أحيانا يمشيك صحيح؟ يمشيك بنص دقيقة وأحيانا لا يقول لك روح على ذاك السرى المشؤوم تشوف عشرين واحد واقف به ويقعدوك ساعة وأنت جاي مثلا من الشرق الأوسط يوم كامل ما نايم تعبان منهك تريد تروح ترتاح الآن يوقفوك ساعة ساعة ونص يظل يسألك سؤال ورا سؤال ورا سؤال وين رحت وشنو سويت وطيني لأيتنريري الكامل أي دولة رحت شلون اشتريت التذكرة يسألك أسألة إلى ما إلى ما شاء الله صحيح؟ هذا في عمله هذا يظلمك لا ما يظلمك ولا يتبلع عليك ولا يتهمك بشيء ولكن مجرد المسائلة سؤال ورا سؤال وأنت تعبان تأخير هذه إساءة فأنت أيضا تخاف من سوء حساب هذا الضابط وإن كان تدري غالبا هنا غالبا ما رح يظلمك ما رح يتهمك بشيء أنت ما مسويه لكن مجرد التأخير يفتح تلفونك أحيانا أنا صاير معي يأخذ تلفونك ويظل يطالع به مسجاتك صورك أحيانا يأخذ يأخذ التلفون إلى الغرفة ويأخرك نص ساعة ما يظلمك هذا وراح يتهمك بشيء أنت ما مسويه ولكن مجرد المسائلة هذه إساءة نخاف من هذا الأمر يفتح جنتك يباوع شي شي يركز على كل هذه الأمور هذا يعبر عنه بسوء الحساب فأولو الألباب يخافون يوم القيامة أن حسابهم يكون على النقير والقطمير يعني الله يحاسبهم على كل شيء هذا معنا به الله عز وجل سوء الحساب إحنا في هذه الدنيا لا نتحمل عزائي ساعة ساعة ونص الضابط يأخرنا فما بالك يوم القيامة إحنا تعبانين الناس كلهم تعبانين ينتظرون الفرج يريد الإنسان يوصل إلى الجنة لحظة ساعة قبل لكن يشوف أوه الله مسوي له محكمة كم يوم رح يحاسبني على كل أفعالي وكل حركاتي وكل سكناتي مجرد التأخير مجرد التأخير هو عذاب حتى لو الله لا يعذبك بالشيء مجرد التأخير يريد يحاسبك ساعات وأيام وأشهر هذا هو من سوء الحساب وقد ورد في الحديث عن وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حديث يرويه العامة والخاصة السنة والشيعاء يقول في هذا الحديث لا تزل أو لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع يوم القيامة أكو استجواب أكو حساب الله سيسألنا جميعا عن أربع أولا يسألك الله عز وجل عن عمره فيما أفنا عمرك سبعين ثمانين سنة عن لحظة لحظة يسألك ماذا عملت أين ذهبت يسألك الله عن هذا ثم عن جسده فيما أبلاه هل أبليت جسدك في طاعة الله أتعبته في طاعة الله أم في معصية الله أم في تضيع الوقت في هذه الدنيا يسألك الله عز وجل عن ذلك وعن ماله من أين اكتسبه هل كسبك كان حلال رزقك كان حلال أم كان حرام الله يحاسبنا على كل دولار دولار حصلت في هذه الدنيا وفيما أنفقه الآن اللي أنت كسبته فيما أنفقته أنفقته في سبيل الله في طاعة الله في الحلال أم أنفقته عفوا أنفقته في الحرام يسألك الله عن ذلك ورابعا وعن حبنا أهل البيت يسألنا الله عز وجل عن حبنا لأهل البيت طاعتنا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهذا النحو الأول من سوء الحساب يخافون من الأخذ بالنقير والقطمير الله عز وجل يؤخرهم ويحاسبهم على كل شيء هذا النوع الأول let me translate to English real quick so for those that don't understand Arabic I mentioned last night and tonight the qualities of أولي الألباب أولي الألباب as we said are the individuals that are guided by their intellect one of the qualities of the pious servants of Allah that are guided and enlightened by their intellect by their عقل is that they are afraid from the حساب on the day of judgment they are afraid from the reckoning of Allah they are afraid that they will have a bad reckoning they will have a difficult reckoning they will have an evil reckoning but the question that الإمام الصادق عليه السلام asked in the hadith I said is Allah is just so why would someone fear an evil reckoning from Allah you only fear an evil reckoning from a ظالم from an oppressor why from Allah the imam tells him because they are afraid that Allah scrutinizes their اعما Allah عز وجل holds them accountable for every single act that they did and that will mean that I will have to wait so long if Allah wants to hold me accountable for every deed that I did that could take years right so we are afraid of being audited by Allah عز وجل this is what the Quran calls سوء الحساب you know some people here in the dunya they are afraid of being audited by the IRS why because if they audit you that means they will look at every penny that you made where did you make it from and did you pay the taxes or not this is the audit of the dunya the awliya of Allah the أولو الألباب they are afraid of being audited by Allah meaning Allah will look at every single sin every single deed that they did and he will hold them accountable for that so we said this is the first type of سوء الحساب is when Allah scrutinizes and monitors and looks at every single act he holds me accountable هذا النحو الأول النحو الثاني من سوء الحساب هو أن أولي الألباب يخافون من أن الله قد يعاملهم بعدله لا بعفوه هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا الحديث الكريم كل محاسب معذب كل محاسب معذب ما معنى هذا الحديث الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا أراد بعبد خير إذا أراد أن يرحم إنسان ماذا يفعل في هذه الحالة بعد لا ينظر إلى صحيفة أعمالك لأن صحيفة أعمالنا إذا فتحها كلها فضائح كلها ذنوب كلها معاصي فإذا الله يريد يرحمك من الأساس لا يفتح صحيفة أعمالك يقول عبدي غفرت لك لا حاجة لأن أنظر إلى صحيفة أعمالك لأن كل سيئات هذا إذا أراد أن يرحم شخصاً أما إذا لم يرد أن يرحم إذا أراد أن يأخذنا بعدله يعني يحاسبنا على كل فعل ماذا يفعل؟ فقط يفتح يفتح صحيفة أعمالك ويورق كل صفحة صفحة يسائلك يسألك ويطبق العدالة كل مرة أنا أسأت يقول هنا أنت أسأ لا بد أن تجازع لا بد أن تعذب إحنا كم ذا من نرتكب أعزائي؟ كم مرة نظلم أعزائي؟ الظالم مو فقط الحاكم إحنا نتخيل الظالم يعني صدام يعني الحجاج يعني ما أدل لا أحياناً أنا ظالم أنا في بيتي ظالم أظلم أولادي أظلم زوجتي مرأة أظلم زوجها أظلم جيراني صحيح هذا الإنسان ظالم الله عز وجل إذا أراد أن يأخذنا بعدله يعني لا بد أن يحاسبنا على كل حركة الله عز وجل يحاسبنا على كل قول كل مرة أنا أجرح مشاعر شخص آخر كل مرة أنا أقول كلمة نابية الله عز وجل يحاسبني فإذا فتح صحيفة أعمالي خلاص هلكت بعد رسول يقول صلى الله عليه وآله كل محاسب معذب يعني إذا حاسبك الله وفتح كتابك خلاص أمرك منتهي أنت أنت اسأل الله وتوسل بالله أن لا يفتح كتابك إلهي عاملني بلطفك هذا كتابي لا ينفع كله سيئة نحن كم سيئة نرتكب هناك قصة معروفة عن عابد عابد كان معروف هذا كان يعبد الله ليل نهار يوم من العيام فكر شاف اللي أنا الآن ستين سنة منذ أن كلفني الله منذ أن تكلفت ستين سنة ستين سنة تعادل واحد وعشرين ألف يوم تقريبا فكر هكذا قال أنا إذا كل يوم فقط ذنب واحد ارتكبت كل يوم ذنب وطبعا هذا إنجاز عظيم عزائي إذا أنت تقدر خلال 24 ساعة فقط ترتكب ذنب واحد هذا إنجاز عظيم لأن بعضنا أو كلنا نرتكب عشرين ذنب كل يوم خمسين ذنب كل يوم كل نظرة ذنب كل كلمة نابية كل كلمة غيبة أحيانا تشوف شخصين ده يتعاركون يتهاوشون تشوف هذا خمسين مرة يسبل ذاك ذاك مئة مرة يسبل هذا خلال دقيقتين أو ثلاثة صحيح هذه مئة ذنب خلال خمس دقائق حصلها فإذا أنا أستطيع باليوم الواحد ذنب واحد هذا شيء عظيم لازم أحتفل ذلك اليوم إنه فقط ذنب واحد هذا فكر أنه هو في أحسن حال إذا أذنب فقط مرة واحدة باليوم زين أنا كم يوم عايش من يوم أن كلفني الله صورة مالغ واحد وعشرين ألف ذنب زين إذا الله يريد يحاسبك على كل ذنب على كل ذنب عشر دقائق هذا أهم سريع سريع لأنه محكمة لازم يجيب شهود لازم يعطيك مجال الدافع عن نفسك أحيانا بعض الذنوب تطول أيام مثلا أحيانا نشوف جريمة بالتلفزيون دي يحاكمون واحد بالمحكمة أحيانا أشهر تطول محاكمة إنسان على جريمة وحدة إذا كل ذنب خمس دقائق تدرون كم يأخذ وقت إذا كل ذنب أو نقول عشر دقائق رأي يأخذ أربعة أشهر ونصف يعني ليل نهار أربعة وعشرين ساعة لذا يوم القيام القرآن يقول في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ليش خمسين ألف سنة لأن ذنوبنا لا تنتهي الله يحاسبك على كل ذنب وهاي فقط مرحلة الحساب عندك مرحلة الميزان عندك مرحلة الصراط عندك مرحلة تطاير الكتب عندك مرحلة الشهود عندك خمسين مرحلة يقول أمير المؤمنين عليه السلام يوم القيامة فمرحلة وحدة هي الحساب رأي تأخذ سنوات إذا الله يريد يحاسبك على كل ذنب فهذا العابد حينما فكر هكذا أن أنا الآن عندي واحد وعشرين ألف ذنب يقول من صدمة هذه الفكرة من هول هذه المسألة سقط أغشي عليه ومات فإذا الله يريد يحاسبنا عزائي بعدالته بعدله يعني يحاسبنا على كل شيء يقول القرآن الكريم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة إذا الله بهالدنيا يريد يحاسبنا على سيئاتنا على ظلمنا شو لازم يسوي لازم يفني البشرية كلها ماكو معصومين فقط معصوم واحد الآن موجود صاحب الزمان غير صاحب الزمان كلنا نذنب كلنا نظلم ولو ظلم غيبة الغيبة ظلم لأن هذا فيه تعدي على كرامة هذا الرجل هذا المؤمن أو هذه المرأة فالله عز وجل لازم يفني البشرية ولذا لازم دائما ندعو الله عز وجل أن لا يعاملنا بعدله شوفوا في دعاء إن شاء الله رح نقرأ دعاء جوشن الكبير هناك فقرات جدا جميلة في دعاء الجوشن وحدة من الفقرات هكذا ننادي الله يا من لا يخاف إلا عدله إحنا نخاف من الله صحيح لكن ليش نخاف من الله إحنا كمان نخاف من الله نخاف أيضا من الظالم في عهد صدام الناس كلهم يخافون من صدام صحيح لكن خوفنا من الله كخوفنا من صدام الناس في العراق كان يخافون من صدام من بطشه من ظلمه من جوره فحينما نخاف من الله عز وجل نخاف من ماذا نخاف من عدله ليش لأن أنا إنسان معادل أنا إنسان ظالم أظلم كل الناس أظلم ابني أظلم بنتي أظلم زوجتي أظلم زوجي أظلم أبي أظلم أمي أظلم نفسي القرآن يقول ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الإنسان الظالم يخاف من العدالة ولذا لازم دائما نقول إلهي لا تعاملني بعدك بل عاملني بإحسانك وفضلك وعفك ومغفرتك أكو قصة إن شاء الله سأني قريبا أكو قصة معروفة تقال كان أكو عالم هذا العالم وللأسف كان قد أصيب بالعجب كان معجب بنفسه وأصيب بالغرور كان يتصور هو من المقربين من أفضل خلق الله وأكو رواية عن موسى هذه مروية عن نبي الله موسى أنه سأل إبليس ذات يوم ما هو الذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استعوذت عليه بعد خلص انتهى أمره قال له إبليس العجب إذا أعجب بنفسه لأنه إذا أعجب بنفسه قال إبليس استقل ذنوبه لا يراها شيء واستعظم استكثر حسناته فهذا العالم كان مصاب بالغرور وبالعجاب بالنفس ويقال أن هذا العالم كان يقول هكذا إلهي لا تعاملني بعدلك عفوا لا تعاملني بعفوك عاملني بعدلك أنا ما أحتاج عفو الله ليش أحتاج إلى منة الله إذا الله عادل خلص العدالة تكفيني يعني كان كل شواثق من نفسه كما يقولون عاملني بعدلك لا بعفوك ذيك الليلة نام رأى في عالم الرؤية الملائكة جايين الملائكة جايين يريدون أن يعذبوه حاملين حديدة ضخمة كبيرة ثم هذه الحديدة حموها بنار جهنم ثم جابوها واقتربوا منه فقال ماذا تصنعون؟ قالوا نريد أن ندخل هذه الحديدة التي قد حميناها بنار جهنم ندخلها في جوفك في بطنك ليش؟ قالوا لأنت البارحة ممكنت تقول إلهي عاملني بعدلك أنت قبل ما تنام شفت أكفت حشرة مسكينة وكان أكو أبرة شلت الأبرة ودخلتها في بطن هذه الحشرة الإنسان أحيانا يعبث شايفين بالحشرات وبعد ما بعد ما أدخلت الأبرة في جوفها صرت تشويها فوق النار كان عنده شمعة هكذا حرقها بالنار إذا تريد الله يعاملك بعدلة حتى مع الحشرات بأي حق أنت فعلت هذا معهم فالله يريد يعاملك بعدلة فهذا الرجل استيقظ من نومه وخائف مرعوب حينها غير كلمته إلهي لا تعاملني بعدلك عاملني بإحسانك عاملني بعفوك عاملني بغفرانك ولذا أكو في دعاية في أدعية أهل بيت هذا الأمر يتكرر هذا الدعاء إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا لا تكلني إلى نفسي إذا وكلتني إلى نفسي هلكت أما صحيفة سيئاتي فلا حد لها وأما أعمالي صالحة شنو قيمتها أعزائي صلاتنا صيامنا كل رياء كل سمعة أحكام الشرعية ما نعرفها صلاتنا غلط الوضوء غلط كل لا خشوع لا خضوع هذه الصلاة أنا أريد أدخل بها الجنة هذه الصلاة أعزائي لا تسوى شيئا أكو حديث الإمام الصادق يقول أننا إحنا صلاتنا إذا نقدمها لبعض الناس بعضنا البعض نقدمها لأنفسنا ما رح يقبل الآخر الآن صلاتي أقدمها إليك مثلا ما رح تقبلها هاي شلون صلاة لا خشوع لا خضوع صلاتك فيها أشكالات شرعية وكذلك وضوءك مو صحيح إحنا هاي الصلاة لنحن لا نرضى بها نقدمها لله عز وجل الإنسان يسرح ويمرح وفكرة وين فكرة بالإفطار وش راح أكلها الليلة وبالدوام وفكرة ألف شغلة هذه الصلاة إحنا لا نرضى بها إذا إنسان يقدم لي هذه الصلاة نقدمها لله ونريد بهذه الصلاة ندخل إلى الجنة ولذا لا بد أن دائما ندعو إلهي لا تعاملني بعد لك إلهي لا تكلني إلى نفسي بل عاملني بعفوك أصلا هذه أعمالي كلها إنساها إلهي أنت عاملني بإحسانك بفضلك برحمتك هذا النحو الثاني من الحساب السيء real quick I will summarize the second way where الله عز وجل says that some people the good people the أولياء of الله عز وجل أولو الباب they fear an evil reckoning on the day of judgment the second meaning of this is they are afraid Allah will try them with justice not with mercy because remember some of us or all of us we cannot handle the justice of Allah if Allah wants to be just with us that means he has to try us for every single sin and we cannot handle this that's why we have to ask Allah to try us with his mercy not with his justice so the أولو الباب those that are enlightened by their intellect they fear that Allah will be too strict with them Allah will be will judge them based on justice rather based on his mercy we have to always ask Allah Ya Allah don't be just with us be merciful with us because we cannot handle the justice of Allah عز وجل إن شاء الله الليلة القادمة نكمل هذا الحديث ونذكر النحو الثالث من سوء الحساب وما هي الأعمال التي تؤدي إلى سوء الحساب إن شاء الله تعالى اللهم اغفرنا المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه ولا أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات والمؤمنين والمؤمنات